ربما الثالث من صحيفة الوطن السفارة السعودية في البحرين تستقبل 35 قضية تعاطي خمور يومين احتل فقدان الاثبات الرسمي سواء بطاقة الاحوال او جواز السفر او كرت العائلة فقط النسبة الاعلى من البلاغات التي تتلقاها السفارة السعودية من مواطنيها في البحرين واستبعد مصدر للوطن وجود اي قضية اجهاض بطريقة غير رسمية لسعوديين مشيرا الى انه لا يمكن التدخل في مثل هذه الامور الا في حال وصول الامر الى الاجهزة الامنية بشكل رسمي او قيام المواطنة او المواطن السعودي بطلب المساعدة او تقديم شكوى الى السفارة السعودية وكشف المصدر للوطن ان متوسط قضايا تعاطي الخمور للسعوديين في البحرين والتي تصل الى السفارة يصل الى 35 قضية يوميا موضحا ان العدد ليس ثابتا يتغير من يوم الى اخر تفضلي بكتر ابدو ولا لسه لا تفضلي طيب شوف هنا يا ابو سعد حركز على ثلاث نقاط الخبر طبعا انا ما يعنين تفاصيل بقدر ما يعنيني الثقافة العامة كلنا نعرف من حنا صغار يا غريب كن عديب يعني انت اول شيء مفروض تكون مغدب في بلدك وبره تكون اكثر ادبا لانه انت هنا ممكن لك ولد عمك والمرور يطلعك وكذا هناك قد يكون النظام ما يرحم وانت تعرف دبي مثلا ممكن ولد من الاسرة الحاكمة في دبي ممكن يسجن اذا سوى مخالف او لا شيء فهذا موضوع الاول يجب انه انسان حنا ما شاء الله الاسبوع الماضي علقنا السعوديين اكثر لا سافرون في الشرق الوسط فيجب ان انفكر او شيء فيها غريب كن عديب ثانيا انه يجب ان الانسان يركز في موضوع اضاعة السعوديين لاشياءهم دائما تلقى السعودي يروح للسفارة انسرة بيتم حفاظات وضاعات مدر ايا كان دليل انه يعني ما تلوم السعودي اذا حطينا عليه كفيل اذا سافر وانفروض فيه كفيل يرعى شؤونه لانه مدام انك انت سفيه تضيع اشياءك اوكي مرة بالعمر تضيع ما يخالف والله قلنا عندك زهايمر تنسى الاشياء لكن باستمرار وبدأت عند الجوانب النسائية بقينا في الموضوع الثالث وهو موضوع الفيديوهات هو يعلق الخبر هنا انه كثير دائما يجيك فيديو يقول لك شباب سعوديين في البحرين اذا يقول تثبت وانا معه انا اذكر مقطع مرة انه والله مجلول فيه جدة يسطي الناس وكذا وكذا بعد كم يوم تحققنا طلع هو موضوع في الكويت واحد فحط كل اللي يتمنى جمعات الواتساب انهم ما يستعجلون في نشر الاشاعات وانه مو معقول يا اخي فيه ناس عندني مساعد فيه تشفي في نشر الاخبار السيئة يعني انت مثلا ترقيت او صرت مدير روتانا ما حاج يدري لكن لو انك صدمت لا سماح الله وانكسرت رجل كل الناس تدري او انه مثلا خسرت او صارت حريقة في مصرع كبير كل الناس تدري ليه عندنا رغبة قوية في نشر الاخبار السيئة وبدون التثبت الحين لو تثبتنا قلنا ما عليش عشاس انه تعاطف وكذا لكن لما يطلع كذب وانت تعرف الاسبوع الماضي كذا خبر طلع كله مكذوب فيديو مدري ايه يطلع ما له علاقة في الموضوع فعشان كذا الان كل واحد صار مرة وزير الام في نفسه يعني رحين طفل صغير هو العثب يا دكتور احيانا مو بس على الناس احيانا عندها فضول عندها يمكن الوعي القليل بس العثب على بعض الزملانة الاعلامية صحيح يعني لما تجي من مثل الاعلامي غير لما تجي من واحد صحيح صحيح هو المفترض الاعلامي يكون فيه تحقق بعدين احنا كم مرة علقنا لكن كما يقول نابليون بونابرت يقول ليس هناك إلا بلاغة واحدة وهي التكرار حنكرر لين نموت يا جماعة كما وصلني وانه يجيك فيديو تنشره هذا ما هو صدر لازم تكون مسؤول لانك يوم القيامة حتسأل وامام الناس حتسأل بعدين انا اذكر واحد كان يرسل لي اشياء مرتين طلع كذاب فيها بعدها قلت له عد ترسل لي لانه مع الاسف المرة الثالثة جاء بخبر صحيح قلت له خلاص الكلب الحين لو تكذب عليه مرتين المرة الثالثة لو تستمر مدى الحياة صادق معه ما يمكن صدك هذا تجربة بافلو في العالم الالماني سواها على انه ضحك على كلب مرتين المرة الثالثة والرابعة وخمس صادق معه صار الكلب أبدا ما يقتنع أبدا ولا صد يبدأ بالصراديق من أولها قصة طويلة بعدين نحكي لك اياها طريق نروح الخبر الرابع او نروح فاصل عفوا ونعود لكم بعد القد اشتركوا في القناة